موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله بإذن الله النهاردة هيكون موجود معنا فرصة ممتازة جدا بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها احب وضح لحنا عرضنا فرص منح كتيرة جدا سابقة ودي القناة بتاعتنا هتلاو عليها كل شيء من احنا موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا ودول كتيرة جدا مختلفة بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع والصفر للخارج وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة بالاضافة كمان ووفرنا فرصة حصرية عن طريق قناتنا وهي كانت فرصة التطوع في فيتنام شاملة معظم ايه التكاليف وتم اعلان الفيزين في هذه الفرصة وان شاء الله بإذن الله يكون موجود معنا فرص جاي كتير التقديم والغول فيه حصرية عن طريق قناتنا بالاضافة كمان ووفرنا خدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة منحة انت عايزة تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي او تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة وعشان توصلك اي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يريد تعمل سبسكرايب وتضغط على جرس سوير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة وحب ان اوي كمان جميع روابط جروباتنا على واتساب وجروبنا على فيسبوك وروابط التقديم الخاصة بالفرصة اللي نتكلم عليها النهاردة هتلاقى موجودة في صندوق الوصفة اسفل الفيديو طيب خلانا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن فرصة النهاردة هي فرصة تدريب وعمل في تركيا تمام الدولة اللي هيكون فيها هذا التدريب هي تركيا الجهة المانحة لمقدمة هذه الفرصة هي الامم المتحدة تمام اه طبعا هي المقدمة لهذه الفرصة للتدريب في دولة تركيا بالنسبة للدول المتاحة للتقديم كل دول العالم متاحة للتقديم سواء انت من دولة عربية فرقية اسيوية تقدر تقدم الفرصة دي بكل سهولة طيب بالنسبة لمدة التدريب التدريب ده هيبتدي او هيكون ما بين ثلاث شهور الى ست شهور يعني انت ممكن حضرتك تقضي في التدريب ده تقضي ثلاث شهور تقضي ثلاث شهور تقضي ثلاث شهور خمس شهور ست شهور الماكسمال تمام تاخد هذا التدريب المنموم ست شهور الحد الادنى ثلاث شهور والحد الاقصى ست شهور طيب التدريب ده ودور المقبولين في الفرصة دي هيكون ايه يعني انت حضرتك لو اتقابلت انت هتستفاد ايه من التدريب ده او هتعمل ايه هناك ودورك هيكون ايه اول حاجة المشاركة في تطوير ابحاث التعليم الالي تمام هيكون فيه زي تدريب عن تطوير التعليم الالي وتطبيق تقنيات معالجة اللغة الطبيعية لبناء التحليلات المساعدة في توصيل النتائج التعامل مع المنظمات الخاصة والعامة للوصول لقواعد البيانات والتواصل مع المنظمات وكذلك المؤسسات التي تطبق عن البيانات في صنع السياسات تمام وتقديم الدعم والمساعدة الاخرى كما هو مطلوب يعني من الاخر هيتم في هذا التدريب مشاركة او يعني التدريب على مواضيع مختلفة خاصة بالتكنولوجيا وخاصة بالاقتصاد وخاصة بالبيانات وقواعد البيانات تمام فكل هذه الاشياء يتم معالجتها او يتم التدريب عليها في هذا البرنامج تمام كده طيب بالنسبة للتمويل المقدم في هذه الفرصة الفرصة دي هتوفر لك راتب شهري اثناء التدريب والعامة تمام اثناء التدريب انت هتاخد راتب شهري طبعا هم هم محددوش كامل راتب الشهري لانه بيختلف من سنة الى سنة ومن دورة الى اخرى تمام بيعتمد على حسب اه يعني الظروف الاقتصادية يعني كل سنة اكيد اه زروف المعيشة بتختلف فهم مثلا بيزويدوا في الراتب الشهري فعشان كان ما بيحددوش بالضبط الراتب الشهري الكام على العموم هو يكون في راتب شهري وهيكون راتب شهري كافي جدا للتكاليف المعيشة والسكن وغيره فحتقدر انك من خلال الراتب الشهري ده اه يعني اه تسكم في سكن كويس تكفي احتياجاتك الشخصية كل الاشياء دي هتقدر من من خلال الراتب الشهري توفرها ادوفة هيكون فيه شهادة بعد اتمام التدريب بعد اتمام التدريب هيعطوك شهادة بتثبت انك اخذت تدريب مع ممظمة الامم المتحدة في تركيا كمان هيبعطولك خطاب قبول ودعوة للسفر بسهولة طبعا عارفين ان للسفر اه يعني اه بيكون فيه تعخدات شوية بيطلب حسابات بنكية بيطلب اشياء كتير ومعقدة وانما الصفر عن طريق التدريب والمؤتمرات والمنح الدراسية بيكون اسهل لانه بيبعطولك خطاب قبول الخطاب ده بيكون فيه كل الاشياء عن المؤسسة وكل الاشياء اللي هم هيزودوك بيها فبالتالي انت بتروح تقدم الخطاب ده للسفارة وبتحصل على تأشيرة الدخول تركيا بكل سهولة تمام طيب احنا قلنا ان الفرصة دي هي عبارة عن تدريب طيب بالنسبة للعمل هيكون ازاي المنحة دي وضحت ان ممكن العمل بشكل دائم بعد ان تهمد التدريب يعني لو انت كنت شخص متميز وحابب انك تفضل تشتغل مع المؤسسة مفيش مشكلة المؤسسة بتساعدك بعد ان تهمد التدريب ممكن تشتغل معهم بشكل دائم حابة تاخد تدريب فقط وفيه اشخاص حابة تاخد التدريب وبعد كده تبدأ تشتغل فبالتالي برضو ده بتوفروا الفرصة طيب ركز معي بقى في الملاحظة اللي هنا او الملاحظات اللي موجودة هذه المنحة متاحة لخريجي البكالوريوس يعني المنحة دي لازم اللي يقدم لها يكون على الاقل معا درجة البكالوريوس اللي هي الليسانس تمام خريج مرحلة جمعية على الاقل ما ينفعش مثلا واحد لسه مخلص سنوية عامة ويجي يقدم لها ما ينفعش واحد لسه بيدرس بكالوريوس يقدم لها ممكن الطلاب اللي في اخر سنة بكالوريوس يقدموا تمام والطلاب الخريجين من البكالوريوس يقدموا انما اقل من كده الفرصة غير متاحة كمان هذه المنحة ايضا متاحة لطلاب الماجستير والدكتوراه الناس اللي بتدرس الماجستير والدكتوراه متاح لهم التقديم من الناس اللي مخلصها ماجستير ودكتورا متاح التقديم. تمام؟ يبقى ان احنا نستنتجه من هذه الملاحظات ان هذه المنحة متاحة لأي شخص يكون على الاقل لديك درجة البكاليروس. عشا انت تقدم لازم على الاقل يكون لديك درجة البكاليروس للتقديم في هذه الفرصة. كمان هذه المنحة لا تحتاج شاية لغة انجليزية عند التقديم. المنحة دي مش بتحتاج منك شاية لغة انجليزية عشان تقدم فيها. وفي حاجة كمان شيء تضيفها ان المنحة دي ليس بها حد اقصى العمر. يعني ما فيش ماكسيموم للعمر عشان تقدم في هذه الفرصة. تمام? طيب. ايه هي الاشياء المطلوبة عند التقديم? الاشياء المطلوبة هي اول حاجة ان حضرتك تملاق ابليكيشن المنحة. في ابليكيشن هنشوفه بعد شوية لازم تبلايه وتكتب بياناتك فيه. كمان هيكون فيه مكان عشان تحط فيه سيرتك الذاتية وتكتبها بطريقة منصقة وكويسة. تمام? اه اضافة هيكون مطلوب منك مقال ان هي لازم تعمل كويس مطلوب في شكل مقالي في وفي مقالات هتكون تانية مرتبطة بالفرصة لازم انك تجاوب عليها لانها من اهم الاشياء او يعني تعتبر بنسبة اه تمانين في المية قبولك في المنحة معتمد عليها. تمام? لا بالنسبة للمقالات. وبعد لما حضرتك اه بتملاي ولو جالك قبول في الفرصة بعد كده انت بتبعت لهم شهادة التخرج بتاعتك او شهادة حالتك الدراسية الحالية. تمام? اه عشان توضح ليهم يعني الحالة الدراسية بتاعتك. انما حاليا عند التقديم مش مطلوب منك اي او راو. لكن لو تم يقبولك بتبعت لهم اه الشهادة الدراسية بتاعتك. تمام? طيب. ايه هو اخر موعد للتقديم في هذه الفرصة? اخر موعد قريب هو تسعة نوفمبر الفين وعشرين. يعني مش باقي وتطويل. يعني لازم انك تبدأ تجاهز الاشياء وتملأ قبلك يشهر. قبل معالي التقديم ما يخلص. تمام? كده. طيب. هنا عندنا ملاحظات ان احنا طبعا قناتنا وقنات منح من كل الالوان بنوفر خدمات اضافية زي خدمة التقديم بشكل احترافي لأي فرصة ومنحة انت عايزها. يعني لو عايز تقدم من خلالنا على هذه الفرصة متاح. تمام? وفي خدمة تانية اسمها خدمة تجهز الاوراق بشكل احترافي عشان تستخدم هذه الاوراق في التقديم لأي منحة انت عايزها. وطبعا لو عايز اي خدمة من هذه الخدمات هتلاقي رابط استمرت كل خدمة موجود في صندوق الوصف اسفل. الفيديو تملأ رابط الاستمارة الخاصة بالخدمة اللي انت عايزها وان شاء الله بازن الله هيتم التواصل معك وترتيب كل شيء للتقديم لك. تمام? طيب. اه هنا عندنا اه الاعلان الرسمي للمنحة اللي فيه التفاصيل اللي انا قلتها. وهنا التقديم. تعال نبص سريعا كده على الاعلان الرسمي ونشوف ايه التفاصيل اللي فيه. هتيجي تضغط على لين كده عشان يفتح معاك الاعلان الرسمي وآآ موقع المنحة هيزهر معانا زي ما هنشوف بعد شوية. وهتلاقوا كل التفاصيل الخاصة بالمنحة موجودة فيه. تمام? ده الاعلان الرسمي للفرصة هتلاقي فيه كل التفاصيل هنا زي موعد آآ انتهاء التقديم هتلاقي آآ الفرصة مين اللي مقدمها هتلاقي خلفية عن آآ الفرصة هتلاقي آآ يعني الاشياء المطلوبة او الاشياء اللي هيتم على اساسها التدريب. تمام? هتلاقي كل التفاصيل موجودة هنا. هتلاقي ايه الاشياء المطلوبة منك عند التقديم. آآ هتلاقي الاشياء اللي بتوفرها المنحة اللي هو الراتب الشهري والاشياء اللي احنا قلنا عليها. كل التفاصيل هتلاقيها في هذا الموقع. تمام كده? طيب. لو احتيت عايزين بقى نقدم للفرصة دي هتيجي تضغط على كلمة قدم الآن عشان يفتح معاك التقديم. في التقديم هيفتح معاك زي ما هنشوف دلوقتي. تمام? ده التقديم. هتلاقي مطلوب منك هنا في البداية بيانات شخصية اسمك اسم العائلة دولة اقامتك الحالية دولة اللي انت تولدت فيها وتاريخ ميلادك. تمام? آآ هتلاقي كمان موجود انت عرفت عن المنحة ازاي او في حد بشتغل من اقربك في الامم المتحدة. هتلاقي تذكر هنا مقدرتك في اللغات. تمام? طبعا ممكن تسيبي الجزيه دي فاضية. او ممكن تملاها. طبعا اللغة العربية ان تختار انك في اللغة العربية ان دي لغتك الاولى. وطبعا اللغات التانية بتحط مستويك ومش مطلوب شرية لغة ولكن الحاجات دي يعني زي تحصيل حاصل يعني. حاجات بس آآ اضافية بتظهر مقدرتك لو بتعرف لغات. تمام? او بتحط بقى خلفيتك التعليمية اخر مرحلة دراسية انت خلصتها كانت ايه? او الحالة الدراسية الحالية بتاعتك. تمام? وهنا بنيجي لسكشن الاسئلة. لازم بقى انك تجاوب على الاسئلة دي. تحط بتاعك. تحط تجاوب على كل سؤال من هذه الاسئلة الخاصة بمقالات المنحة. وبعد كده بتيجي عند الجزء الاخير هنا وبتضغف على كلمة عشان تبعت الخاص بيك للمنحة. يبقى يا جماعة لو لاحظتوا الاشياء اللي فوق هي بيانات شخصية. ولكن الاشياء اللي بيركز عليها القبول في المنحة هي المقالات دي. تملك المقالات دي بعناية فانت كده بتضمن ان شاء الله قبولك في المنحة. فاجي بالتركيز على هزين مقالات وملقها بعناية وبطريقة ممتازة واحترافية. تمام? فكده يبقى احنا شرحنا كل تفاصيل المنحة. وضحنا ايه هو التمويل بتاعها. وضحنا متاحة المين بالزبط الاشياء المطلوبة للتقديم اخر موعد تسعة نوفمبر. فلو حابين تقدموا للمنحة يا ريت وما تنسوش ان احنا بنوفر خدمات اضافية زي التقديم بشكل احترافي وخدمة تجهيز الاوراق. آآ يا ريت تقدموا للمنحة وتشوفوا كل مطلباتها وان شاء الله بازن الله يكون بالتوفيق ولبوليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.